شجرة المنجا كيف يا جماعة هذه الحباية خلي هادي بصوا المنجا جماعة دازم ناخد بنا من حاجة مهمة جدا جدا عشان بس الدوشة هادي قطفها من عندي من البيت بصوا شكلها كيف تمام وهادي من السوب جايبها عشان نوريكم شكلها بس بصوا هادي من المنزل مش مرشوشة وان اللي عملها في بيتي تمام عشان كده دايما بنصحكم ازرعوا المنجا في البيت هادي من المنزل تمام بصوا شكلها كيف نيجي نقرنها شوف لونها وشكلها مبيض كيف هادي اللي من المنزل وهدول التلاتة من السوب هنلاقيها مصفرة خالص وفيها نقاط والحتة السودة مع عسلة عملة عسل وعملة زي ما انتو شايفين كده تمام اللي بيحبوا اكل المنجا كتير نصيحة من اخوكم نعيم هادي من السوب تمام وقشرتها خفيفة جدا وشوف شكلها كيف وهادي اللي عندي من المنزل شوف شكلها ما اجملها هادي عضوية ما ترشتش خالص اسمد فقط ومية وشجر المنجا عندي في البيت لما بروح السوج اليومين هدول بنروح اكلت المنجا بيحبوا ياكلوا المنجا كتير جدا مش هقولكم ما تاكلوش لكن الفرج بين اللي اني زريحها في بيتي عشان كده بقول لكم ازرعوا المنجا في البيت وباجي الحاجات كلها اللي ما زروعة في البيت بتبقى بالشكل هذا ونضيفها جدا وانت واثق فيها زريحها شوي تسمدوا مية فقط للشجرة اللي برا الساعات بتترش يعني اللي في البيت هده ممكن تديني في الموسم كله الشجرة عشرين حبة تلاتين حبة التانية اللي من السوج بتترش وقت التزهير بمواد تركيبات كيميائية ومواد وهرمونات وكربونات كربون وحاجات كده فبيبقى لها رشتين الرشة الاولى ساعات بتبقى ساعة التزهير فالعنجود وهو مزهر بدل ما يعجد لك عشر صمارات ممكن يعجد مية ومتين صمارة فيزيد الانتاج يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده وشوف دا كاترة بيقوله ان وقت موسم المانجة بتيجي حالات كتير جدا ماعدة ومش عارفش ومش عايز اغص في هذه الامور لكن بشكل عام بتترش بيزود الانتاج بطريقة رهيبة ولنسبة العناجد الزهرية بتكتر خالص المواد اللي هي الكيميائية والتركيبات والحاجات هادي وبتنزل السوج ففي ناس بجاء بتكتفها وهي خضرة جامدة خالص وبرشوها عشان تسرع وتبقى بسرعة جدا لونها اصفر كده وتنزل الاسواق فنصيح دي ازرعوا المانجة في البيت هادي اول حاجة وتاني حاجة لو عايزي تجيب من الاسواق استنى لغاية الموسم مايعد شوية بلاش في الهوجة لانه بتبقى كتيرة وفي الاول كان الاتنين كيلو بمئة جنيه اصبح التلاتة بعدين الاربع بعدين العربية بجتلوف في الشرع تبيعي لخمسة كيلو بمئة جنيه فانين هي ترطرت وتكتر في السوق بالطريقة هادة هادة شيء بيخوف فنزرعها في البيت يا اما لو هتجيب من السوق تستنى الموسم شوية او تجيبها خضرة وتخليها تستوي عندك في البيت افضل مليون مرة ان انت تخليها تيجي عندك في البيت وهي خضرة وتستوي في البيت او ان احنا نزرعها و لما تكلها اللي من الاسواق ما تكلش الجشرة بتاعتها عشان اكتر المواد والحاجات الضرة بتكون في القشرة فهادي نصيحة من اخوكم نعيم ازرعوا المنجة في البيت يا اما لو هنشتريها ما ناكلش الجشر او عشان موضوع الرش اللي قلتلكوا عليه وبس حاولت انصحكم في اكيلة المنجة اللي بيحبوا ياكلوها بكثرة واحلى حاجة ان احنا نزرعها في المنزل وهذا الفرج من الاتنين هادة حبايا بيتي وهادة حبايا سوجي وهذا الفرج بينهم وهذا من قدام احلى مساء ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية وربنا يدينا جميعا الصحة مساء الورد